السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام الدعاء لله عز وجل لا بد منه لأننا كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى كلنا فقراء إليه جل جلاله ولا بد لنا من أن نطلب حاجاتنا منه لكن أحيانا بعضنا يعتدي في الدعاء يعتدي في الدعاء يعني يدعو بخلاف السنن الله عز وجل قال في سورة الأعراف أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إنه جل جلاله لا يحب المعتدين الاعتداء في الدعاء أيها الإخوة أن يدعو الإنسان بخلاف السنن يعني مثلا أن يقول اللهم أشبعني من غير طعام هذا اعتداء في الدعاء أن يقول اللهم نجحني وهو لا يدرس هذا اعتداء في الدعاء أن يقول اللهم انصرنا وهو لا يمارس أسباب النصري هذا اعتداء في الدعاء وضحك على الذقون كيف تدعو بالنصر والأمة لم تأخذ بأسباب النصر هكذا ينزل النصر من السماء لوحده ما ينزل إلا على قوم أخذوا بأسباب النصر أيضا من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان على إنسان آخر هكذا من غير سبب من غير سبب حق يعني من غير سبب شرعي يدعو عليه الله مفعل به كذا وفعله لماذا تدعو عليه لماذا هذا اعتداء في الدعاء لأنك دعوت على إنسان لا يستحق منك هذا الكلام لذلك مما ورد في ذلك أن سيدنا عبد الله بن مغفل وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال له يا بني انظروا إلى التعليم يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور يعني في الوضوء يعني كما نفعل نحن الله يغفرنا ويرحمنا نفتح صنبور الماء إلى آخره عندما نتوضى أو عندما نغسل وجهنا وأيدينا يعني ممكن نفتحه بشكل معتدل أما هذا الماء الإسراف غيرنا يتمنى قطرة من ماء في بعض البلاد يقفون بالطابور الطويل ليعبئوا شيئا من ماء وقد لا يكون هذا الماء نظيفا ونحن قد أكرمنا الله في غالب بلاد الإسلام لله الحمد بالماء النظيف العذب النقي ثم بعد ذلك نسيء استعماله هذا من الاعتداء في الطهور فقال عليه الصلاة والسلام فإنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء الاعتداء في الدعاء يعني يدعون بخلاف السنن فعلينا أن لا ندعو أولا إلا بجوامعي الكريم كما علم سيدنا عبدالله بن مغفل ابنه اللهم إني سألك الجنة وأعوذ بك من النار لا أن يقول التفاصيل دقيقة وأدخل الجنة يا أخي وهناك قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إذن ندعو الله عز وجل نطلب منه حاجاتنا ولا نعتدي بأن ندعو يجب أن ندعو بما جرت به سنة الله في الكون لا أن ندعو بخلاف ما جرت به سنة الله في الكون اللهم استجب دعانا فيما يرضيك ونعوذ بك أن نسألك ما لا يحل لنا إنك يا ربي سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته